شاهدين أهلا بكم من جديد لا شك أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على البشر والجماد والنباتات وللأسف الثروة السماكية وإنتاج الأسماك أيضا يتأثر بها حيث تواجه الأسماك بأنواعها تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ذلك بسبب نقص إمدتات الأكسزن في المياه حيث لا يمكن للمياه الدفئة أن تحتفظ بنفس الخضر من الأكسزن الذي تحتفظ به الباردة كما أن الأسماك التي تعتمد على الأكسزن سوف تنمو ببطء أكثر وستتعرض لانخفاض في الحجم والتكاثر بوتيرة أقل وتضطر الأسماك إلى السباحة في المياه السطحية الغنية بالأكسزن أما الكائنات البحرية التي تعيش في قاع البحار ستحتاج أيضا إلى البحث عن مياه أقل عمقا الخبراء البريطانيون أوضحوا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم بعد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل أكثر من درجة مؤوية أدى إلى تأثر أغلب الشواطئ ومزارع الأسماك خاصة أن الأسماك أكثر القطاعات تعرضا للاحتباس الحرارية وارتفاع الحرارة يمكن أن يتسبب في نفوق الأسماك في الأنهار أو المزارع أو البحار وشهدت أستراليا وولاية تاكسز الأمريكية نفوق ألاف الأسماك الآن أيضا الأسماك البوري والطبار من أكثر الأسماك تأثرا بتغير درجة الحرارة والبلطي أشهر سمكة للاستزراع في مصر حيث أنها تعيش في متوسط درجة حرارة من 18 إلى 25 درجة مئوية وعند ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 30 درجة مئوية تقل العلامات الحيوية والجهاز المناعي لدى الأسماك وعند 36 درجة تقف الوظائف الحيوية عند الأسماك أما إذا وصلت إلى 40 درجة مع كثفات أعلى من الأسماك ووجود نسب تلوث يسرع من تدهور الحلة الحيوية للسماك وصولا إلى نفوق الأسماك أيضا اقترح خبية الاستزراع السماكية الدكتور يوسف العبد عضو المجلس السابق بنقابة الأطباء البيطريين إجراء بعض القطوات لمواجهة هذه المشكلة نظرا للخسائر التي قد تسببها كما يمكن عمل خريطة مناخية خاصة بالاستزراع السماكي والبحري على أن تشمل معلومات بشأن درجات الحرارة وسرعة الرياح خلال فصلي الصيف والشتاء بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة للأسماك لتقليل فرص الإصابة بالإجهاد وتحمل درجة الحرارة وزيادة المناعة والحيوية للتأقل مع الحرارة العالية كما لابد من توفير مصدر للأكسزين خاصة بالمزارع السماكية من خلال تركيب بدلات هوائية ويتم تركيبها على ألواح طاقة شمسية لتغذية المزرعة بمعدل تبديل هوائي يتيح نسبة أكبر من الأكسزين ليتنفذ السمك بكل سهولة خاصة أن المزارع تلجأ إلى تقليل العلف أو تمنعه نهائيا إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية أيضا التغيرات المناخية واحترار المحيطات يهدد 90% من الكائنات البحرية على مستوى العالم ذلك وفقا لدراسة جديدة من مصيد الأسماك والمحيطات في كندا حيث واجدت أن احترار المحيطات والظواهر المناخية المتطرفة دفع 25 ألف نوع بحري وأنظمتها البيئية إلى مواقع أعمق وأكثر برودة مما يغير سلوكها ويعيد تشكيلا غضم البيئية البحرية بطرق جذرية وغير مسبوقة ذلك نتيجة لسيناريوهات متوقعة لارتفاع متوسط درجة حرارة المحيطات العالمية بمقدار 3 إلى 5 درجات مؤوية بحلول عام 2100 أيضا مصر تعتبر مصدر مهم من مصادر البروتين حيث أنها تمتلك الكثير من الأسماك وتقترب مصر من الاكتفاء ذاتيا من الأسماك حيث أن حجم إنتاج مصر من الأسماك بلغ مليوني طن في عام 2022 بنسبة 80% من المزارع السماكية و20% من المصايد الطبيعية البحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات كما تصدر مصر 30 ألف طن من الأسماك كل عام وتستورد مصر بعض الأنواع من الأسماك لإرضاء الضوء العام للمستهلك المصري والأجانب للأنواع غير الموجودة في مصر وليس استراد احتياج مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية بشكر قدراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر